تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 57 طن تم تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 729 قضية من بينها 66 قضية خبز نقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات